برلمان صنعاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي تم اغلاقه واستهداف اعضائه وتسريح موظفيه وفق النائب عبدو بشر من خلال منشور له على صفحته في الفيسبوك اغلاق البرلمان للمرة الثالثة طرح العديد من التساؤلات ومن ضمنها ما اوردها بشر ذاته فيما اذا كان هذا التصرف استجابة لقرار البرلمان الدولي بعدم الاعتراف ببرلمان الصنعاء ام ان الفساد تغى على جميع مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب حد وصفه ام هي القطرن الجديدة في اشارة الى الحيلة والوسيلة التي استخدمها الامام احمد حميد الدين لمعرفة الموالين من المعارضين لحكمه ومدى وعي الناس كل هذه تساؤلات تعكس مدى تخبط الميليشيات وتنقضها مع نفسها ففي الوقت الذي تحاول تجميل انقلابها امام العالم بالحديث عن الحفاظ على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية القائمة في العاصمة الصنعاء والتي تسيطر عليها بقوة السلاح الا انها تجد نفسها من خلال فكرها الميليشيوية في حالة خرق واضح وفاضح للعمل المؤسسي في هذه السلطات ما افقدها اي مشروعية في ظل تسخيرها من قبل الحوثيين لشرعنة انقلابهم ونهبي ومصادرة اموال وممتلكات اليمنيين يذكر ان ميليشيوية الحوثي قد اغلقت برلمان الصنعاء غير مرة تارة لرفض مطالب الاعضاء الحقوقية لهم وبقية المواطنين الواقعين في مناطق الحوثيين كالمرتبات وغيرها واخرى لرفض نتائج انتخاب هيئة رئاسة ما تبقى من البرلمان في صنعاء قبل ان يعاود المجلس اعماله بعد تعيين احد اعضاء الجماعة في هيئة الرئاسة وفي مقابل تسلط الحوثي على السلطة التشريعية وضعت الكثير من الاعضاء تحت الاقامة الجبرية خوفا من الفرار من قبضتها الامنية بدليل حديث النائب احمد سيف حاشد عن طلب الاذن بمغادرة صنعاء لانه لا يستطيع العيش فيها كون مرتبه لا يكفيه لكن طلبه قبل بالرفض وراتبه بالايقاف حد وصفه فعن اي برلمان يتحدث الحوثيون وهم يبتزون اعضاءه بعدم صرف مرتباتهم وحرمانهم من السفر واغلاق المجلس واستئناف اعماله وفق اهوائهم ورغباتهم ومصالحهم الضيقة بعيدا عن مصلحة صوت الشعب في الحديث عن حقوق اليمنيين وتطلعاتهم ترجمة نانسي قنقر